موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم في برنامجكم هكذا أنزل مع هذه الحلقة مع إمام من الأئمة وراوي من الرواة نتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن رواة عاصم عاصم ابن أبي النجود روا عنه راويان مشهوران الراوي الأول شعبة أبو بكر ابن عياش أبو بكر ابن عياش رحمه الله وحفص المشهور الذي نروي القرآن في معظم بلاد العالم الإسلامي اليوم بروايته رحمه الله من هو شعبة؟ من هو أبو بكر ابن عياش اسمه شعبة ابن عياش ابن سالم الأسدي الحناط الحناط لأنه كان يتاجر في الحنطة يتاجر في الحنطة ولد سنة خمس وتسعين من الهجرة وقرأ القرآن على عاصم ثلاث مرات قرأ القرآن على عاصم ثلاث مرات وكان سيدا إماما ثقة كثير العلم والعمل منقطع القرين كما يصفه العلماء في كتبهم رحمهم الله تعالى ورحمه وجزاه خير الجزاء قرأ عليه عدد كبير من العلماء والأفاضل منهم الكسائي الإمام الكبير وهو القارئ السابع من القراء السبعة الإمام الكسائي وقرأ عليه العليمي وقرأ عليه يحيى بن آدم وقرأ عليه البرجمي وغيرهم من أهل الرواية والعلم والقراءة في زمانهم رحمهم الله تعالى قال ابن المبارك ما رأيت أحدا أسرع إلى السنة من أبي بكر بن عياش أبو بكر بن عياش عالم فذ كبير كان ملتزما بالعبادة ومكثرا منها وكان فريدا نموذجا فذا رحمه الله تعالى ومن عبادته أنه كان يكثر قيام الليل حتى إنهم قالوا لم يفرش له فراش خمسين سنة خمسون سنة وهو لا يفرش له فراش لأنه يعني لا يكاد أن ينام عليه ليلا حتى إنهم قالوا لم يكاد يضع جنبه على الأرض أربعين سنة نحن لما نذكر هذه النماذج لا يصيبنا الإحباط يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم وينام وكان يصوم ويفطر وهو النموذج الأكمل صلى الله عليه وسلم ولكننا نذكر نماذج هؤلاء العباد الكبار لأنهم كل واحد يفتح الله تعالى عليه بفتح من عنده فتكون محفزا ومشجعا لننظر إلى تقصيرنا فنجتهد في العبادة ولا شك أنه لا يسهل على أحد أن يصل إلى مثل هذه النماذج العجيبة الغريبة الكبيرة والإنسان إذا سمع هذا أكبر هؤلاء الناس في عينه ووقع لهم في النفس منزلة عظيمة رحمهم الله تعالى أجمعين وكان ورعا ورعا جدا حتى والورع هو محاولة البعد عن المعصية وعن ما يتوهم أنه يوشك أن يكون قريبا من المعصية وليس معصية مثال مرة جاء رجل من الناس إلى شعب وأعطاه رطبا فأكل شعبة الرطب فبلغه أن هذا الرطب أخذ من بستان خالد بن سلمة المخزومي وخالد بن سلمة اغتصب منه بستانه خالد بن سلمة المخزومي هذا صاحب البستان حقيقة اغتصب منه بستانه فصار الأكل من رطب هذا البستان شبهة مع أنه جاءه الرطب وهو لم يسأل ولا ينبغي لكل أحد أن يسأل من أين جاء هذا الأكل ومن أين جاء هذا الماء ومن أين جاء هذا الشرب لا تسأل كل وهو خير وبركة ولكن الورع الذي يحرص على الكمال لا ينبغي أن يقع في مثل هذا فماذا فعل شعبة رحمه الله ذهب إلى صاحبها إلى أهل هذا البستان الذين أخذ منهم هذا البستان واستسمحهم واستأذنهم في الرطب الذي أكله وتصدق بثمنه رحمه الله تعالى وهذا من شدة الورع وكان من أقواله رحمه الله أن قال أدنى نفع السكوت السلامة يعني أقل شيء تنتفع به عندما تسكت ولا تكثر من الكلام أنك تسلم قال وكفى بها عافية السلامة كفى بها عافية وأدنى ضرر المنطق الشهرة يعني كلما أكثرت الكلام صرت مشهورا وكفى بها بلية نسأل الله أن يكفينا كل البلايا والرزايا اللهم آمين وقال أيضا من أقواله اللطيفة التي تنم عن فهم وعلم قال رحمه الله الدخول في العلم سهل ولكن الخروج منه إلى الله تعالى شديد لأن الإنسان الذي يعلم ليس مثل الذي لا يعلم والإنسان إذا علم قامت عليه الحجة فصار أكثر مؤاخذة نسأل الله تعالى أن يجعل علمنا كله حجة لنا لا علينا وأن يزيدنا علما ينفعنا به ولا يكون بلية علينا اللهم آمين وقال مرة وهو يدعو يا ملكي ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد فقال مرة يا ملكي أدعو الله تعالى لي فإنكما أطوع لله تعالى مني هو يخاطب الملكين ما هذه النماذج ما هذه التقوى ما هذا الورع ومكث أربعين سنة يختم القرآن في كل يوم وليلة أربعين سنة يختم القرآن في كل يوم وليلة فسبحان الله ما هذه الهمم العجيبة لما حضرته الوفاة بكت أخته أو بعض قريباته فقال ما يبكيك والله لقد ختمت في زاوية هذا البيت ثمانية عشر ألف ختمة والله لقد ختمت في زاوية هذا البيت ثمانية عشر ألف ختمة لا إله إلا الله سبحان الله فما بالكم ببقية العمل هؤلاء نماذج نماذج كاملة توفي رحمه الله سنة ثلاث وتسعين ومئة وقد عمر طويلا جدا ولد سنة خمس وتسعين وتوفي سنة مئة وثلاث وتسعين يعني فوق التسعين ثمانية وتسعون عاما فرحمه الله رحمة واسعة هذا شعب ويروي أيضا عن عاصم حفص وحفص هو حفص بن سليمان ابن المغيرة الغاضري الأسدي الكوفي البزاز وكلمة البزاز يعني صانع البزة والبزة هي الملبس نوع من أنواع الملابس يعني أنه كان خياطا رحمه الله تعالى وكان حفص ربيب عاصم يعني ابن زوجته تزوج عاصم من امرأة كان عندها ولد من غيره هذا الولد اسمه ربيب فعاصم كان ربيبه حفصا كان حفص ربيبه رحمه الله تعالى فحفص بسبب هذه المنزلة ونحن اليوم نجد هذه المنزلة تسبب كثيرا من المشكلات في كثير من البيوت يعني زوج الأم يكون مثل العدو وهذا الأمر ليس من ديدن العلماء ولا في لم تكن تعرفه الناس هذا حفص ربيب عاصم فكان أوثق الناس في عاصم وأكثر الناس جودة وإتقانا لقراءة زوج أمه كان هذا حفص وكان قد قرأ على عاصم مرات ومرات كثيرة ولذلك يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى عن حفص قال وحفص وبالإتقان كان مفضلا وبالإتقان كان مفضلا وكان مجيدا ومتقنا لكتاب الله تعالى وتخصص في القرآن حتى إنه كان ضعيفا في الحديث يعني في رواية الحديث وحفظ وكثرة الأحاديث وكذا لم يكن في هذا شأن وباع وإنما كان مختصا ومعتنيا بكتاب الله تعالى وبروايته واشتهرت رواية حفص في زمانه في بعض بلاد الروم وحفص هذا انتقل إلى بغداد وأقرأ فيها الناس وانتقل إلى مكة وأقرأ فيها الناس فوضع بذورا سبحان الله كانت بعد ذلك هذه البذور هي التي شهرت روايته حتى طبقت روايته في العالم الإسلامي كله كل العالم الإسلامي الآن معظم نقول معظم ليس كل معظم العالم الإسلامي اليوم يقرأ برواية حفص عن عاصم جزيرة العرب أهل اليمن أهل الشام العراق وبلاد تركيا والجوانب الشرقية من باكستان وأفغانستان والهند كل هذه البلاد كلهم يقرؤون برواية حفص عن عاصم مصر وبلاد السودان وكثير من بلاد إفريقيا يقرؤون برواية حفص عن عاصم ما السبب في انتشار رواية حفص حفص هذه الرواية تبنتها الدولة العثمانية عندما كانت لها الولاية على هذه البلاد كلها 20 مليون كيلو متر مربع ولاية الدولة العثمانية أو أكثر من ذلك وكانت الدولة العثمانية قد اختارت هذه الرواية لتكون الرواية الرسمية في الأستانة إسطنبول أو إسلامبول يعني في اسمها الأصلي القديم وكل البلاد التي قويت عليها سيطرة الدولة العثمانية يعني العراق وبلاد الشام ومصر وما جاور الدولة العثمانية من الجوانب الشرقية نواحي نواحي بلاد ما وراء النهر لإلى باكستان وأفغانستان والهند وكذا كل هذه البلاد التي قويت عليها سيطرة الدولة كانت تقرأ برواية حفصا عن عاصم وما كان بعيدا عن يد الدولة وإن كان ضمن الولاية العثمانية إلا أنه كان بعيدا عن قوة السيطرة بلاد المغرب العربي والأقصى البعيد من نواحي الجزائر والمغرب وموريتانيا بقوا على رواياتهم القديمة التي ما زالت إلى الآن يقرؤون بها وهذا هو السر والسبب في عدم تغيير رواية ورش في بلاد المغرب ورواية قالون في ليبيا وتونس عن قالون أو ورش في تلك البلاد لم تتغير لضعف السيطرة عليها من الناحية السياسية في الدولة العثمانية وبقيت قراءة أبي عمر التي كانت قديما قبل أن تنتقل رواية حفص إلى هذا الانتشار بقيت قراءة أبي عمر في بقايا من بلاد اليمن بعض أهل الحضارم يقرؤون برواية الدورية عن أبي عمر بقيت بقايا في اليمن وفي السودان أيضا يوجد قوم كثر يقرؤون برواية الدورية عن أبي عمر هذا من بقايا القراءة القديمة التي كانت منتشرة في البلدان وقلنا إنها بقيت مئات السنين يقرأ بها الناس رواية أو قراءة أبي عمر ولا ندري سبحان الله لا ندري ما الذي يحدث ومتى يتغير هذا الأمر وهل سيتغير أو لا وهل سيختار الناس رواية أخرى أو هل تتغير الأوضاع المؤثرة في مثل هذا سبحان الله لا نعلم فاليوم نحن في معظم البلاد العالم نقرأ على رواية حفص وكنا نقرأ قبلها على رواية أبي عمر قراءة أبي عمر وكنا قبلها نقرأ بقراءة أهل المدينة سبحان الله لا شك أن كل هذه القراءات كلها شاف كاف كلها على درجة واحدة لا يوجد قراءة أفضل من قراءة ولا قراءة أوثق من قراءة كله على درجة واحدة نسأل الله أن يعلمنا من هذا العلم خيرا وأن يكتب هذا العمل في ميزان الحسنات ثقيلة وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين يعملون بما فيه وأن يجعل هذا العلم حجة لنا لا علينا نستودعكم الله ونلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة مع إمام جديد الإمام حمزة بن حبيب الورع الكوفي الزيات الكبير سيرته العاطرة موضوع حلقتنا القادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته